معنا من بريكسال مدير مركز بريكسال الدولي للبحوث وحقوق الإنسان رمضان أبو جزر مع ما يتكشف من تطورات يوما بعد يوم من الانتهاكات ضد نساء وضد حقوق إنسان بالمجمل وضد مسؤولين في الحكومة السابقة أو حتى قادة عسكريين برأيك هل سيتغير الموقف الدولي الذي كان يقول بعض أطرافه بأنهم ينتظرون أفعال طالبان وليس أقوالها بالفعل هذا ما يعزز أو ما يؤكد أو ما يفسر الهلع الذي أصاب عشرات الألاف الذين توجهوا إلى مطار كابل الذين فضلوا الموت بين إطارات الطائرات على البقاء تحت سيطرة طالبان لا يوجد أي وازع حتى التصريحات الدولية التي تحدثت عنها أنها تريد إعطاء فرصة لطالبان أو تنتظر أفعالا هذه الأفعال بدأت في جلالباد أول أمس في أول اعتراض أو مطالبة بحق مدني أطلق الرصاص مباشرة وكان هناك ضحايا وقتلة منعت النساء من دخول المؤسسات الحكومية هناك مطاردات لوظفين المناطقون باسم طالبان ما هو إلى دس السلطة العسل؟ الموقف المناطق جدا هو أراد أن يتخلص من عقدة الفشل في إطارة تسليم واستلام لا يوجد نصر لطالبان هو كانت صفقة في الدوحة هذه الصفقة تم تسليم كل شبر في أفغانستان بطريقة فضة إلى حركة إرهابية هذا الاتفاق أو صفقة التي عقدت في الدوحة نسفت كل مكتسبات الحقوقية لدى المواطن الأفغاني سواء حقوق المرأة طيب يا سيد أبو جزر قبل أيام استمعنا للناطق باسم حركة طالبان في أول مؤتمر صحفي لهذه الحركة بعد السيطرة على كابل قال بالحرف لا نريد الانتقام ولا نريد حربا في أفغانستان كيف تفسر قيامهم بهذه الخطوات المتعلقة بانتهاكات ضد النساء وضد مسؤولين سابقين؟ سيدة فضيلة يجب أن نفرق بين العقيدة الطالبانية ذات الفكر الإرهابي وأيضا بين الخطابات الإعلامية الخطابات الإعلامية هي عبر قناتكم وعبر الإعلام الغربي تحدثنا بأنها مكتوبة بعناية من قبل شركات علاقات عامة جلبتها قطر لتدريب الناطقين باسم طالبان للخطاب الذي يروق للمجتمع الدولي سماعه أما الحقيقة الأمر فماذا يفسر المجتمع الدولي؟ لحتى هذه اللحظة عشرات بل مئات الألاف يسعودا للمغادرة أمس جوزيف بوريلي يتحدث أننا في كارثة إذا لم نقوم بتقديم مساعدات لدول الجوار لاستيعاب مئات ألاف اللاجئين فإن معظمهم سوف يصل إلى أوروبا الكل يعلم أن خطر طالبان هو الذي سوف يفرغ هذه البلاد أيضا لا يوجد أي ضمنات لتنفيذ ما وعدوا به عبر مؤتمراتهم الصحفية لا يوجد لديهم آليات ما هي آليات انفاذ القانون أين المحاكم من سنينفذها وفق أي قانون وفق أي دولة عندما يتحدثون عن إمارة إسلامية هم يتيحون لأنفسهم لمزيدا من الانتهاكات ولا ضوابط ولا حدود ضد المرأة ضد موظفي الدولة ضد المؤسسات ضد الأجانب أما اليوم لا يوجد حتى منظمة حقوقية لها مقرات في كابول أو في أفغانستان لكي توثق صدق سلوكهم أم سلوك الإجرامي الذي يصلنا عبر بعض الفيديوهات عبر بعض القنوات عبر الفيسبوك هناك صحفيات أفغانيات يقومون بالمراصلة منقبات حتى لا تفضح حويتها ترسل لوسائل الإعلام الغربية وللأسف الإعلام الغربي حتى هذه اللحظة لا يتعامل بالمستوى المطلوب مع الجرائم التي ترتكبها عصابات طالبان لماذا سيد رمضان لو للإعلام لما وصلت هذه الأنباء التي تتحدث مثلا عن مقتل قائد سابق في الجيش عن الصحفية التي تحدثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وروت قصتها عند محاولاتها دخول التلفزيون الأفغاني ما مصلحة الإعلام الدولي في إخفاء هذه الحقائق؟ لم تصله ما لم يصله أكثر أو كما يقول باللغة الصحيحة ما خفي كان أعظم في هذه المرة حقيقة وليست أكاذيب الجزيرة ما يحدث في أفغانستان ما يجعل الناس يذهبون إلى الموت كون أن هذا الإنسان لم يجد ملاذا آمنا أن هناك إرهابا يتربص به طالبان تمارس القتل بكل أنواع القتل بعيدا عن الكاميرات كما مارست الرجم والقذف والجلد والسلخ لازلت هذه الجرائم في ذاكرة الأفغان المسؤولين الغربيين هنا يتحاملون حتى هذه اللحظة فقط الخارجية الفرنسية بالأمس نوهت بأن هناك جرائم كبيرة تقوم بها ميليشيات أفغانية رد عليها ناطق من الدوحة أيضا بأن هناك بعض المجميع المنفلتة لا يمكن التعامل مع طالبان كمنظمة حقوقية أو كدولة طيب يا سيد أبو جزر اسمح لي فقط بالسؤال في ظل ما يحدث وما كنت تتحدث عنه ما مصير الآن النساء في أفغانستان كيف سيتم متابعة أوضاعهن وليس هناك منظمات حقوق الإنسان داخل أفغانستان هل هناك مساعي خارجية لمساعدة هؤلاء النسوة سوف تمر المرأة الأفغانية بفترة صعبة جدا ولكن بادئ ذي بدء على منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي والدفاع عن حقوق المرأة أن تبدأ بعمل كبير بداية أن ترفع قضايا ضد الرئيس بايدن المسؤول المباشر عن المصير التي وصلت به المجميع المدنية ومن ضمنها المرأة الأفغانية لهذا المصير يجب رفع قضية حتى على الدوحة التي راعتت اتفاقا إرهابيا استضاف لمدة سنوات أو ثمانية عشر شهرا تم تسويق هذه الحركة في الدوحة على أنها حركة يمكن لها أن تلتزم بالعهود وبالحريات وبالعفو العام المخادع هذا عمل جهد جماعي ينتظر المجتمع الدولي ويحمل المجتمع الدولي المسؤولية كاملة عن مصير المرأة والطفل والحياة المدنية في أفغانستان يجب رفع قضايا على الرئيس الأمريكي بايدن من قبل المجتمع المدني ومن قبل مجميع مدنية أفغانية لتحميله مسؤولية ما حدث وما يحدث وما سوف يحدث لأنه هو المسؤول المباشر عن تسليم هذا التنظيم الإرهابي كل مقونات الدولة دون أي ضوابط ودون أي إجبار على تنفيذ الإنفان في أفغانستان الدولي أشكرك رمضان أبو جزر المدير مركز بريكسال الدولي للبحوث وحقوق الإنسان